صعود إبراهيم رئيسي لسدة الرئاسة في إيران يبدو بنظر البعض غير مناسب لحراك إيران السياسي في البيئة الدولية أما فيما يتعلق بالعراق فرئيس واحد من المسؤولين عمل فيه السياسي وتأثير عراقياً سيظهر في ضبط إيقاع الفصائل الولائية بما يناسب السياسات الإيرانية في المنطقة صعود رئيسي سيحفز أيضاً الجهات الإيرانية على تحويل العراق إلى منطقة حرة رخيصة جداً لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمالة من خلال فتح المزيد من المنافذ الحدودية القانونية مع العراق يشار إلى أن زيارة رئيسي للعراق في شباط الماضي أنتجت اتفاقاً قانونياً بين البلدين أطلق على إثره سراح العديد من تجار المخدرات الإيرانيين وهو ملف حرب مخابراتية لا تنفك طهران عنها أبداً لكن الأكيد أن فوز رئيسي سيكون تشجيعاً للمزيد من الإيرانيين كي يلعبوا دور مافيات المخدرات في العراق كما أنه سيحتاج إلى إطلاق العينان للعواطف الشعبية الإيرانية بتشجيعها على زيارة المراقد المقدسة وبأعداد مليونية تذكر بوعود ثورة عام تسعة وسبعين ترجمة نانسي قنقر